اشتركوا في القناة 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 وحبس لك وحبس كل شمال ومام عندي أمو ثانية مريضة أمو عندنا تونسيون ثانية عندنا عارق مترتك في رصة ثانية أنا حكمني المرض مع الزوبيا والزوبيا اللي راي في الحي والتيرنيت وقبلني الميكروب من الماء من الماء ومالتيرنيت والزيك والرقار أقدم الدار والصحابي راحوا يقرؤوا وانا من شاء الله منذير السكن من السلوطات العليا من الوالي من بوت فليقة ان شاء الله وشوفوا لنا وشوفوا هذو الناس اللي رامنا مغبونين وان شاء الله وان شاء الله رب العالمين يكونوا يقويين ويقويين ما جاش شوفوا الحالتنا ما عنا شلماء القاز مكاش تري سيتي مكاش أبسط ظروف العيش ما ترقوا دهاني مكاش هرانو كل يمع الحاشارات تروح الاسبيطار يقول لك يجب ترحلوا مفهمناش احنا نطلبوا مسيد الوالي وانا شوفوا دائرة يشوفوا الحالتنا إلا عندنا حق ندوا حق هذا كل حق كل واحد يدي حقه احنا ملينا من وعد الكذبة تحهم هذي ان شاء الله بربي هذا النداء يكون يوصل السلوطات يوصلوا السلوطات مليح ويشوفوا الاين اعتبار يخذوا هذا المطلب بتاعنا احنا ما نطلبوا من الوالي ومن بابنا الرئيس اخونا سلال والوالي اخينا والمير اخونا وشيف الدائرة اخونا نطلبوا منهم يا طونا كما نقولوا سكنة اقبر الدنيا هذا نطلب مسيد الوالي ورئيس دائرة ورئيس البلدية يشوفوا الوضعية اللي راني فيها سلكنا منها بس قالوا احنا انضرينها بزير انضرينها انا غيم عزبل عندي دجارة في العشرين سنوة اللي راني هنا بك سيد الوالي تخرجنا منهم بشو بش نبران مو سدي رايس بشتولي لساحتي كما تعلمون عرفت بلدية موزايا في الآونة الاخيرة الاستفادة من برامج سكنية ذات طابع اجتماعي ايجاري خصصت نسبة منها للقضاء على السكن القصديري والهش على سبيل المثال ترحيل 160 عائلة القاطنة بحي العمري و60 سكن هش على مختلف احياء المدينة كما تم احصاء تجمع سكني في حي بن عيشوبة قد دور بجانب البلعب وهذا تحت اشراف مصالح ضائرة موزايا والتي تمرمج لاحقا لتخصيص حصة سكنية للقضاء على البناية الحشة